الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته طيبين الطهرين أحبتنا المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أمل المستضعفين أنا معكم على الإعداد والتقديم حيدر الخفاجي ومعي المخرج مسلم الإحراشاوي أهلا ومرحبا بكم من جديد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في هذا اليوم المبارك وجميع الأيام المتحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إن شاء الله أيضا نحاول أنا وياك أنه يعني أنا بدوري سؤال عن لسان المستمع وأنت أتوضح إن شاء الله إن شاء الله خادم صاحب العصر إن شاء الله أحبتنا المستمعين طبعا برنامجنا يعاد في أكثر من يوم إن شاء الله بإمكانكم أن تتابعوه من خلال إذاعة الفرات من البصرة بداية نبدأ بك سيدنا أنه الغيبة أمر رباني الله سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر لكن بعض اللي عنده قليل تطلع أو ما حال فالحظ مثلا أو ما صارت عنده فرصة يقرأ عن كيفية غيبة صاحب العصر والزمان أكيد هي بها أبعاد كثيرة وهنا غيبتان صغرى وكبرى فأحنا أيضا نتمنى يعني حتى أيضا تتضح الصورة أكثر عند المستمع إذا ممكن توضح إن كيفية الغيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وعلي محمد بداية سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات ولجميع الأخوة والأخوات المستمعين لهذه المحطة الكريمة نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم أن يعجل لولينا الفرج والظهور قريبا إن شاء الله تعالى نعم الحديث عن غيبة الإمام عليه السلام حديث طويل وقد كتب فيه الباحثون الشيء الكثير ولكن السؤال الذي تفضلتم بطرحه هو من الأسئلة المهمة التي تراود الكثيرين من الذين يريدون أن يتعرفوا كيف يغيب الإنسان عن الأبصار كيف يغيب الإمام صلوات الله وسلامه على الأبصار الذي يراجع موسوعات الأحاديث يجد أن الكمية الهائلة من الأحاديث كلها تخبر عن الإمام عليه السلام وعن حركته ولكن تضمنت الأخبار غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وكلمة الغيبة هنا معنيان المعنى الأول هو أن لا يعيش في المجتمعات البشرية ولا يكون في متناول الناس بأن يقصده الناس ويلتقي به كل أحد حيث يراه القريب والبعيد كما هو الشأن الإنسان العادي هذه يعني نقطة أولى ما يكون عايش بين المجتمعات البشرية المعنى الثاني للغيبخ والاختفاء عن العيون حسب إرادته سلامه عليه فلا تراه العيون مع كونه موجودا كما احنا أمثلة كثيرة على هذا المعنى مثلا العيون لا ترى الأرواح لا يمكن أن ترى الروح ولا ترى الملائكة ولا الجن مع تواجدها في المجتمعات البشرية بينما هي موجودة قريب عالم الجن أقرب عالم على الإنسان القرآن الكريم يشير إليه فيه جملة من الآيات القرآنية لكن مع ذلك العين لا ترى ذلك العالم وقد تظهر الأرواح بالشكل المرئي لبعض الأفراد هذه الأرواح التي لا ترى بعض الأحيان تظهر لبعض الأفراد كما هو المشهور عند الذين يمارسون إحضار الأرواح هؤلاء الذين يمارسون عملية إحضار الأرواح يستطيعون مشاهدة هذه الأرواح وقد تظهر الملائكة لغير الأنبياء أيضا كما ظهرت لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام ولمريم بنت عمران وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذه الحالة وكان جبرايل عليه السلام يتمثل بصورة الصحابي دحية الكلبي فيظن الناس أن دحية الكلبي أنه هو يعني الشخص العادي بينما هو كان بصورة جبرايل عليه السلام ولعل قائلا يقول أن الملائكة أجسام لطيفة ومن شأنها اللاترى بهذه العيون إلا أنه في ظروف خاصة وليس البشر كذلك فنقول أنه المقصود من هذا الحديث هو التشميه بالكائنات التي لها القدرة على ظهور الناس والاختفاء والاستتار عن العيون طيب بالنسبة لي اختفاء الإمام المهدي صلى الله وسلم عليه عن العيون فإن المقاييس الطبيعية في الواقع فاشلة لإثبات ذلك هذه المقاييس الطبيعية لنيشة ولا نستطيع إثبات ذلك على ضوء المادة والطبيعة ضوء المادة والطبيعة فالقضية تعتبر من الحقائق الماورائية سمونا من الحقائق الماورائية وليست هذه النظرية يعني نظرية أو فكرة بل هي حقيقة ثابتة ونحن أمام أمر واقع فإن أكثر الذين تشرفوا بلقاء الإمام صلى الله عليه وسلم كان لقاؤهم مختوما بغيبة الإمام عن أنظارهم شوفوا يلتقي بالإمام صلى الله عليه وسلم عليه ولكن في لحظة يغيب عنه الإمام ومن الصحيح أن نقول أن غيبة الإمام بعد ذلك وبعد تلك اللقاءات كانت دليلا واضحا على أنه هو الإمام لأن الفرد العادي كيف يستطيع أن يتستر ويختفي ويغيب عن العيون في طرفة عين لا يستطيع الشخص العادي يشفونه وهذه طبعا معجزة معجزة الاستتار يعني هذا الاستتار والاختفاء معجزة من معاجز الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم المعجزة ما يعجز عنه الناس هذا هو تعريفها الشكل والمعجزة يعني تحد للعادة والطبيعة فكما أن المعجزة بصورة عامة لا يمكن تحليلها على ضوء المادة والطبيعة لأنها ما وراء الطبيعة فكذلك استتار الإمام عليه السلام يعتبر من الماورائيات بهذا المعنى أيضا وطبعا هناك احتمال آخر في هذا المضمون يعني أخي الكريم وهو أن الإمام عليه السلام ممكن أنه يتصرف في عيون الناظري هذا المعنى أيضا بحيث لا يروا وليس هذا بعيدا من أولياء الله تبارك وتعالى أبدا محمد الله يعني هذه قدرة موجودة ويمكن لنا أن نرجع للقرآن الكريم اللي هو دائما نقول أنه هو الدستور الأول والأخير اللي يرجع للإنسان المسلم في حياة القرآن الكريم يشير إلى معاني كثيرة من هذا القبيل ومنها قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصون في سورة ياسين الآية التاسعة وأيضا في القرآن الكريم أيضا هناك معنى آخر في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة أيضا هذه إشارة فهذه الآية الأولى اللي ذكرناها لحضراتكم هاي المفسرين يرحون نقول مثلا عن عبدالله بن مسعود أنه قريش اجتمعوا بباب دار النبي فخرج إليهم فطرح التراب على رؤوسهم وهم لا يبصرون هذا يعني المعنى يروحون للمفسرين مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي أيضا في شأن ينزول الآية وكذلك عن ابن عباس أن قريش اجتمعت فقالت لأن دخل محمد لنقومن إليه قيام رجل واحد فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل الله سبحانه وتعالى من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فلم يبصروه فصل النبي الكريم ثم أتاهم فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه فلما خلى عنهم رأوا التراب وقالوا هذا ما سحركم به ابن أبي كبش أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قضية الاستتار قضية واردة في هذا المعنى وهناك أدل كثير على هذا المعنى نعم أيضا هناك كثير ما في داخل أي إنسان يتمنى أن يتقصى الحق أو يبحث عن أدلة لأن أيضا تجد المشككين أحيانا لا يعني صاحب الزمان قضية واضحة قد يكون وأكثر من واضحة لكن العمى البصيرة أكثر من عمى البصر لأن الإنسان هو يريد يخليه حاجب وحاجز أمامه عن الحقيقة لأن الحقق هي محمد وآل بيته محمد يعني معروف صلى الله عليه وسلم يعني الكثير أيضا يسأل عن ما هي الغيبة سبب الغيبة شنو ما وراء الغيبة ليش مثلا إذا كان الإمام موجود مثلا قد يكون ما الحكب من هذه الغيبة القرون طويلة في نظرة أنه والله ليش ما بقى مثلا باقي الإمام أو مثل ما أراد البعض أنه يقول مثلا يولد في كذا وقت ويكون كذا وهذا ما يعني شيء غير طبيعي وإلى آخرية كثير من الأسألة أحسن هتبنى أيضا تكون إجابة لكل المستمعين نعم طبعا غيبة الإمام والحكمة من هذه الغيبة إذا أردنا أن نعطي إجابة فإن هناك إجابات كثيرة ونقاط كثيرة يعني ممكن من خلالها أن نقف عند حكمة غيبة الإمام صلواته الله والسلام لكن لكن مما يعني مر بنا على سبيل العجالة في الحلقات السابقة قلنا أن حياة الإمام صلواته الله والسلام عليه كانت مهددة بالقتل يعني من الطبيعي أنه تشوف الحكام الذين حكموا طيلة هذه القرون العباسيين العثمانيين غيرهم ممن حكموا بلاد الشرق الأوسط بصورة خاصة كانوا يبذلون أقصى جهودهم للقضائح على حياة الإمام عليه السلام وخاصة بعد أن علموا بأن الإمام المهدي عليه السلام هو الذي يزلزل كراسي الظالمين يعني الإمام الذي يقرأ الآن في التاريخ نعم على علم بأن الإمام هو الذي سوف يخلق عامل العدل في هذه الحياة في أرجاء هذه الأرض سيأتي الحديث إن شاء الله عن دولة النور كل العلم لديه فبالتالي تكون هذه القضية محل بحث عن الإمام صلى الله عليه وذلك نحن نعيش الحياة ولكن لا نفكر كما يفكر هؤلاء الظلم الظلم يفكرون في المحافظة على كرسي مصالحهم وكراسي الحكم وغير ذلك أما الإنسان الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى فبالتالي هذه حكمة أولى نستطيع وأيضا لو عدنا إلى تاريخ أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم تلك السلسلة الممتدة من حياة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الإمام نعود إلى التاريخ الأيام فلا ترى واحدا منهم ما تحت فأن فيه ما كن أبدا كلهم ما بين القتل والسم وغير ذلك بل قتلهم طواغيت هذه الأمة طواغيت هذه الأمة قتلهم يعني شوفوا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حركته في تاريخه فإذن يعني أن الإمام العسكري كان يحاول إخفاء ولادة الإمام المهدي عليه السلام اللي ذكرنا أنه في حلقات سابقة عن عامة الناس تحفظا على حيات ولده من شر الفراعنة الطغاة وهذا المعنى شوف قلت اليوم في حياتنا المعاصرة أتباع أهل البيت الذي يسيرون على هذا الخط يعني هم يصنع بهم ما يصنع بأهل البيت صلاة فهذا الذي يقتل ظلما هذا الذي يقتل تشريدا فالحكمة الأولى من غيبة الإمام عليه السلام الحفاظ على وجود الحكمة الثانية ذكرها في حلقة سابقة وقلنا أنه الحكمة من هذا الأمر هو اختبار الأمة فحسبتم إنما خلقناكم عبثا القرآن الكريم يشير إلى أن هناك حكمة من وجود الإنسان في هذه الحياة فعلى الإنسان يعيها وإلا أن تشوف إنسان يولد من نقطة الضعف هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعله من بعد الضعف قوة ثم يعيشها المرحلة من الحياة يأخذنا الحياة في 60-50 سنة 70 سنة الأعمار بيد الله تبارك وتعالى ويرحل عن هذا ما الحكمة من هذا الأمر أما يخلق الإنسان خالدا في الحياة الدنيا وأما يخلق ولكن الحكمة من هذا الأمر هو اختبار الإنسان قضية الإمام عليه السلام وحركة الإمام هي محل اختبار الأمة ولذلك اليوم الذي يدقق في معالم الأمة الإسلامية ويدقق في حياة المسلمين يجد أنها حياة مليئة بالقاتل مليئة بالظلم مليئة بالتشريد مليئة بالتعديات مليئة بكل هذه التفاصيل فبالتالي هذا هو محل الاختبار أضافة بسيطة أنه حتى إذا نشاهد الأقوام الماضية اللي أهلكم الله سبحانه وتعالى بالصيحة وأغرقهم وإلى آخره أكيد طبعا يعني كانت أفعالهم مشابهة لأفعاله بصراحة وبلبل لا إحنا زدنا وطبعا كان القوم متميز بقضية وحده نعم مثلا أقوام مثلا تسوب تلعن إلى آخره نعم فإحنا ما شاء الله الكل الآن في مجتمعنا يعني إحنا طبقنا كل هذه الأمور فإحنا المفروض أنه أولا راجع أنفسنا وننتبه لأن الله سبحانه وتعالى يعني كيف أهلك هذه الأقوام وبإمكان الله سبحانه وتعالى أن يهلك لكن ببركة صاحب العصر والزمان نعم أحنا عايشين وهذه النعمة فيجب أيضا إنسان ينتبه إلى هذه القضية نعم يعني هناك حديث يمكن مرين به أو لا لما الإمام صلى الله عليه وسلم عليه يقول وأنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله وعلى رسوله خذي معالم لهذا الزمان أنه تختبر الأمة يعني لما تجي تلقى إشارات من إمام معصوم لهكذا زمن إذن ماذا عليك أن تصنعيه الإنسان عليك أن تلتفت إلى معاني الرحمة الإلهية وما يريده الله سبحانه وتعالى منك في هذا المقام نعم نحن أيضا حديث جميل نعم بأبعات كثيرة نبقى نحن بالحديث ونبقى لكن أيضا ناخذ فاصل مع مخرجنا المسلم ونرجع بعد هذا الفاصل نتواصل أيكم الله أحبتنا المستمعين رجعنا وياكم في برنامجكم أمل المستضعفين يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان نرجع معك يا سيدنا أيضا ضيفنا العزيز والضيف الدائم سيد محمد الموسوي الباحث الإسلامي علامات الظهور علامات كثيرة خصوصا نحن ننتظر هذه الضلة البهية والكل الآن مسلط ذهنة والأضواء خصوصا محبي أهل البيت يعني الظلم في كل مكان بخس حق أهل البيت يعني حديث من أحاديث أهل البيت يقول أنه ما أعتقد أنه الرسول أو أمير المؤمنين عموما إن شاء الله مضمونة هو يقول يأتي زمان على أمتي يعيرونك ما تعيرت زانيا بصراحة يعني هو قد يكون المعنى ثقيل لكن إن شاهده كثيرا قد يكون اللي ما حسبي اللي يعايش بهذا الوسط لكن اللي يطلع خارج هذا الوسط بأوساط أخرى رح يتعجب ورح يرى المر بصراحة من الشيب والإشارات الغير صحيحة وإلى آخر التنسيب إلى أمور أخرى يعني مع الأسف أنه تجد الكثير فإحنا حديثنا عن علامات الظهور المبارك إلى أن يصدع نور صاحب العصر والزمان إن شاء الله عليه السلام طبعا القرآن الكريم يشير إلى عصر الظهور وظهور الإمام صلواته الله وسلامه عليه والآيات القرآنية أشارت إلى ذلك العصر كما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت عليه السلام منها قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون هذه إشارات لعصر النور عصر الإمام صلواته الله وسلامه عليه يعني كما ورد عن الأئمة صلواته الله وسلامه عليه يقول الإمام الصادق عليه السلام إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وصار الليل نهار والنهار واحد وذهبت الظلمة قبل أن نتحدث عن عصر النور وإن شاء الله عندنا حديث كثير بإذن الله في الحلقات المقبلة عن عصر النور لا بد أنه من الطبيعة اليوم عندما تسمع بالنور يسبق النور ظلمة ليس كذلك؟ أكيد فالظلام هو يسبق عصر النور نريد أن نتكلم قليلا عن علائم الظهور والتي هي حقيقة من العلائم الصعبة التي تريبها الإنسان والإنسان المؤمن عندما يتعرف عليها على هذه العلام يتعرف على الشيء الكثير وعلائم الظهور لا يمكن أن نلخصها في عجالة من الحديث وإنما نتكلم بشيء منها وسنعود إليها إن شاء الله بالحديث في حلقات مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى طبعا علامات الظهور تقسم علائم ظهور الإمام المهدي عليه السلام في الكتب والأحاديث إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يسمى بالعلائم العامة التي تتحدث عن الإنحرافات التي تنتشر في الأوساط الإسلامية وغيرها وتلوث المجتمعات البشرية وهذه العلائم ليست من العلائم المقارنة لظهور الإمام يعني ليست قريبة بل يمكن أن تحدث قبل ظهور الإمام بعشرات السنين هذه العلائم العامة ممكن أن تحدث في أي زمن من الأزمنة القسم الثاني هي العلائم التي تحدث قريبا من ظهور الإمام عليه السلام بسنوات غير كثيرة ولكنها لا تدل على وقوع الظهور في تلك السنة بل تعتبر من أنواع الملاحم والفتن في القرون المتأخرة عن زمن صدور هذه الأحاديث هذه أيضا يعني علائم ممكن أن تحدث قريبا من ظهور لكن ليست بالضرورة أن تكون قريبة جدا القسم الثالث وهو العلائم التي تحدث في السنة التي يظهر فيها الإمام عليه السلام وفي السنة السابقة على سنة الظهور وهذا القسم الأخير طبعا ينقسم إلى نوعين يعني أو قسمين القسم الأول يسمى العلائم الغير محتومة ومعنى ذلك أنها ليست قطعية فيمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع هذا الشكل النوع الثاني ويسمى بالعلائم المحتومة التي لا تقبل الشك والترديد وهي قطعية قطعية الوقوع لا محالة هذه العلائم من حيث المجموع بعضها ظاهر المعنى وواضح المراد وبعضها في غاية الإبهام والإجمال والغم حقيقة لها الشكل كما تشير ويعني الكثير من الكتاب والباحثين والمتحدثين والخطباء والأدباء من الإسلاميين وغير الإسلاميين من المتابعين كتبوا عن هذه الأدباء خاصة يعني الكتاب المعاصرين حقيقة وشوفوا أنه مثلا أمثلة كثيرة مثلا الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في ضمن العلائم قال ونزول الترك الجزيرة ونزول الروم الرملة يعني الأتراك يسكنون حاليا في مثلا في شمال في إيران في شمال العراق في تركيا في القفقاز في الاتحاد السوفيتي فيما ترى أنه هو المقصود من الترك هنا هذا الشكل وأيضا حديث كثيرة في هذا المضمون وإشارات تحدث فيها دعني نجي على القسم الأول من العلائم العامة العلائم العامة وهي كثيرة ونأخذ بنعدها على سبيل العجالة مجموعة من الأحاديث حقيقة ونأخذ حديث واحد وفيه الكفاية حديث جدا طويل ونشوف بعض المفردات الواردة بيه وروية عن النزال بن سبرة قال خطبنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى آله ثم قال سلوني أيها الناس قبل أن تفقدوني قالها ثلاث مرات هكذا يقول الرواد فقام إليه صعصع بن صوحان ومن أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال الإشارات الروائية إلى الدجال فقال عليه السلام له أقعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما أردت يعني إذا أريد أن نحلل هذه العبارات أنه لما الإمام يقول له أقعد كإنما رح يكون الحديث طويل لأن الإمام رح يحدد طويل إلى أن قال ولكن لذلك علامات وهيهات يتبع بعضها بعضا كحذو نعلي بالنعل وإن شئت أنبأتك بها الإمام هكذا يقول له يقول له أكبر علامات لهذه القضايا فقال نعم يا أمير المؤمنين طلب فقال عليه السلام احفظ يعني يلا احفظ هذه الكلام اللي رح أتكلمه لأنه رح يبقى كتاريخ احفظ فإن علامة ذلك منها إذا أمات الناس الصلع وأضاعوا الأمانة هذه يعني إشارات واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وقطعوا الأرحام واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدماء فهذه مؤشرات اللي يقراها كلها أغلبها موجودة نعم وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا الإنسان الحليم يعتبره ضعيف والإنسان الظالم يفتخر بظلمه للعباد وكان الأمراء فجرة والوزراء ظلمة والعرفاء خونة والقراء فسقة يعني يشير إلى الكثير منهم وظهرت شهادات الزور واستعلن الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان وحلية المصاحف تشوف طبعات ملونة وجميلة هنا وهناك اليوم الإنسان يجيبوا على المصاحف اللي موجودة بين أيدينا جميلة جدا وزخرفة المساجد شوف المساجد والبنايات مساجد طويلة كبيرة شاهدها لأهم الموجودة فعلا نعم وطولت المنارات شوف منارات عالية جدا وأكرم الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الأهواء ونقضت العهود واقترب الموعود وشارك النساء أزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفساق واستمع منهم وكان زعيم القوم أرذلهم هذا الشكل وأتقى الفاجر أو واتقي الفاجر مخافة شره هذا الفاجر يخافون من شر يتقونه هذا الشكل نعم وصدق الكاذب وأتوا من الخائن واتخذت القيان المعازف القيان يعني والمعازف القيان المغنيات هذا الشكل يعني نعم بهذا المعنى ولعل ولعن آخر هذه الأمة أولها وركبت أو وركبت ذوات الفروج السروج وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء هذه كلها علامات اليوم حاصلة أنت تشوف اليوم بعض النساء كأنها رجل تمشي وبعض الرجال كأنه إمرأة يمشي بالشارع سبحان الله وشهد شاهد من غير أن يستشهد وشهد الآخر قضاء لذمام بغير عرفة أو عرفة وتفقها لغير الدين إنسان أحيانا تلقى متكلم عند قدرة على الحديث والكلام بس ما يقصد وجه رب العالمين نعم يعجبك كلامه ويعجبك حديثه ولكنه لغير الدين لغير وجه الله وآثروا عمل الدنيا على الآخرة ولبسوا جلود الضئان على قلوب الذئاب وقلوبهم أنتنوا من الجيف وأمروا من الصبر فعند ذلك الوحى الوحى ثم العجل العجل إلى آخر الحديث هذا الحديث يشير به الإمام صلواته الله السلام عليهم لذلك تشوف أنه لما نريد الآن نمر في بعض الجملات الواردة في هذا الحديث مع الشيء من الشرح والتبصيل يأخذ نشوف الحديث المذكور يشير إلى بعض المفاسد في المجتمعات الإسلامية وقلب المفاهيم وتبدل المقاييس وضعف الجانب العقائدي هذه عقيدة الإنسان أهم ما يملك الإنسان اليوم بلا عقيدة شنو قيمتها في الحياة شنو قيمتها بالوجود عقيدة الإنسان أهم ما يملك وعدم المبالات بالنواميس اليوم أشغلتنا الدنيا كثيرا أشغلت الناس كثير من القضايا فابتعدوا عن المفاهيم الإسلامية يعني كثرت الاهتمام بالأشياء التافهة استيلاء المنحرفين على الحكوم سقوط الفضائل عن الاعتبار انتشار المنكرات بلا خوف ولا خجل هذه الصلاة التي هي عمود الدين تفقد جوهرها جوهرها تفقد الأمانات تضيع هذه الأمانة التي هي أهم شيء يصبح الكذب الحرام هذا الكذب اللي هو حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون المؤمن كذابا أبدا يصبح حلالا الربا يصبح مباح يستولي الفاقدون للمؤهلات على الحكم العلاقات الودية بين الأقارب الأرحام التزاور صلة الرحمة مثل شيء يوم جمعة واحد يزور الثاني يسلم على الثاني هذه كلها تروح من المجتمع حقيقة يستهام بإراقة دماء الأبرياء وهي نقطة مهمة اليوم اللحظة شوف في لحظة واحدة العشرات من الأبرياء يسقطون على وجه الأرض دماء تسقط من عندنا وتشوف الغريب الغريب أنه إحنا في السابق لما ترجع إلى أجدادنا وآبائنا وأسلافنا لما تجي كان إذا تسمع بشخص ينتقل إلى رحمة الله بوفاة طبيعية الكل يتأثر الكل يبقى منشغل الذهن وتبقى هذه الحالة تعيش من داخل الأعماق مدة يوم أو يومين بينما في أيامنا هذه العشرات من الناس المئات من الأبرياء في لحظة يقتلون ودماؤهم تملأ الأرض وكأنما القضية طبيعية أنا أذكر فتش شيء بسيط ولو أنا في أحد الانفجارات في مدينة البصرة يعني شاهدت حالة غريبة جدا أنه أحد الأشخاص يقول رحت لتحمدت لع سلامة طبعا مسكين عين راحت وصار عنده يقول أنا مضروب يعني فطايح بين سيارتين محروقات بسوق البصرة فيقول وصلت إلى حالة يقول لا أنا مغمع لي فقد لوعي ولا أنا أقدر أشعر لكن أشوف فيتش الناس يقول أحس أكو شيء يدي تنمد بجيبي شوف شوف البشر سبحان الله يدي وهو يعني متمدد وكأنما أنت اللي يجيت مديت إيدك بجيبي أنت بينك بين لحظات عجيب كأنما عدم الاستهانة بما يجري عجيب يذكرني برواية أنه الإمام علي بن أبي طالب كان يمشي مع قوم وهم يشيعون جنازة وبينما هم في الطريق نظر الإمام فشاهد أثنين منهم يتضاحكون واحد يكلم الثاني ويضحك معه هم يشيعون جنازة فالتفت إليه من الإمام عليه السلام فقال لهم أفي هذه الساعة تضحكون فكأن الموت فيها على غيرنا كتب يعني أنتو هذه الآن لحظة مو لحظة الضحك كأن الموت هذا الذي يصنع هذا الأمر كأن الموت على غيره كتب يسرق ويصنع ما يصنع فبعد أيضا يقول والظالم يفتخر بالظلم تشوف أنت اليوم كثير من الظلمة يخرج أمام الإعلام وعلى البضائيات ويفتخر بظلمه يعطي شرعية يعني حتى هذا مرسل لعين نعم اللي الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله دم ذلك الشهيد البريء الشيخ حسن شحات رحمه الله سبحانه وتعالى لم يذهب وهذه من النقاط المهمة يعني لو تراجع التاريخ جيدا دم ذلك الرجل البريء لم يذهب سدى سبحان الله سرعان من قلب السحر على الساحر وتغيرت الأمور يا سبحان الله ويعني لماذا لأنه قتل بريئا قتل ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطان هذا السلطان الإله هذه القتلة المظلومة هو من أتباع مدرسة أهل البيت علي و سبحانه بعيد عننا لا نعرف القتل لا نعرف المجرمين ظلم ظلما كبيرا الله سبحانه وتعالى انتفض لحقه وانتقم من الظلم فالظالم هنا يفتخر بظلمه في آخر زمان بعد قال وينتشر الفجور بين الأمراء والظلم بين الوزراء والخيانة بين العرفاء هذه كلها إشارات ويكون احترام القرآن العظيم بإناقة الطباعة احترام من القرآن الكريم أنه طبع بما يذهب أو اللون كلماته الشكل والتلوين الغلاف وما أشبه ذلك للمحتوى لا للتلاوة والعمل به حسن وصفوف صلاة الجماعة تكون مزدحمة بعض الحيام بالمصلمين لكن يحملون قلوب متناكرة كل واحد منهم عكس الثاني أجساد متقاربة وقلوب متباعدة هالشكل الآن شوف أنا أيضا من جملة الإشارات اللي مر بها الإمام عليه السلام تنسل النساء والفتيان إلى الأسواق والحواني جلبا للمال أصوات الفساق هذه كلها إشارات يعني علامات عامة تحصل بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه عالسل هناك قسم آخر من العلامات يسمى بالعلامات القريبة من زمن الظهور هذه نقطة مهمة القسم الثاني من العلامات وهي التي تحدث قريبا من زمن الظهور زمن ظهور فكثيرة لكن تشوف مثلا الشيخ المفيد رحمه الله يذكر فيه كتاب الإرشاد علائم كثيرة يعني استخلصها من الأحاديث التي اعتبرتها صحيحة وثابتة وقد جمع بين العلائم القريبة والمقارنة للظهور والقيام بصورة مجملة وموجزة وفيما يلي نذكر كلامه تتميما للثائدة ثم نشرح إن شاء الله من خلالها قال رحمه الله الشيخ المفيد قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمن قيام القائم المهدي عليه السلام وحوادث تكون أمام قيامه وآيات ودلالات فمنها خروج الصفياني وقتل الحسني هذه طبعا لما نذكرها كل واحدة تحتاج إلى حديث يعني خاص يعني لما نحكي مثلا عن السفياني الناس تحتاج أن تعرف من هو السفياني وكيف يظهر السفياني ويعني شوفوا السفياني وهو كما ورد رجل أموي النسب والنزعة يثور في سوريا عندنا الأحاديث الشكل وتنجح ثورته بعد أن يقضي على طائفتين معارضتين له إحداهما يقودها رجل أحمر والثاني يقودها رجل أبرص ويصفو له الجول ويستولي على دمشق وحمص وحلب والإردن وفلسطين ويتبعه اليهود وغيرهم من أولاد الشوارع واللقطاء كل ذلك في ستة أشهر يعني هذه الأمور ثم يجهز جيش هذا السفياني مؤلف كما تذكر الرواية من حوالي مئة واربعين ألف رجل فيرسل قسما من الجيش إلى المدينة وقسما آخر إلى العراق ويتوجه الجيش المؤلف من 12 ألف رجل نحو المدينة لإلقاء القبض على الإمام المهدي عليه السلام بعد سماعهم خبر ظهوره ويمكثون في المدينة ثلاثة أيام وهناك يعني أحاديث طبعا طويلة تشير يعني إلى هذا الرجل وحركته إن شاء الله نشير إليها في حلقات أخرى قتل الحسني اختلاف بني العباس في الملك الدنيوي كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان خسوف القمر في آخره على خلاف العادات خسف بالبيداء خسف بالمشرق خسف بالمغرب ركود الشمس من عند الزوال إلى يعني وسط أوقات العصر طلوعها من المغرب قتل النفس الزكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحين ذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام هدم حائط مسجد الكوفة إقبال رايات سود من قبل خراسان خروج اليماني وظهور المغربي بمصر وتملكه الشامات ونزول الترك الجزيرة ونزول الروم الرملة وطلوع نجم يضيء كما يضيء القمر ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه وحمرة تظهر في السماء وتنتشر في آفاقها ونار تظهر بالمشرق طولا وتبقى في الجو ثلاثة أيام هذه كلها علامات قريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإن شاء الله أحاول أن أقف عند مضامينها بإذن الله سبحانه وتعالى في بحث آخر بإذن الله نعم هو الحديث طبعا جميل في حلقتنا لهذا اليوم وأيضا الوقت للأسف أنه وقتنا قصير الساعة توفي بشيء بسيط من حياة صاحب العصر والزمان ولا في ظهوره المبارك لكن نحن نحاول في كل حلقة على الأقل نظهر بعض الحقائق والعلام يعني الأدب المهدوي اللي إحنا دائما نتبع والمفروض أنه نتبع والغافل عنه يجب أن يتابع لأن بالخلاص وبالخير في الدنيا والآخرة فألك الكلام بعد نعم في الواقع بالنسبة لآداب عصر الغيبة غيبة الإمام عليه السلام ينبغي توطيد يعني العلاقة بالإمام عليه السلام من خلال الشوق إليه وحبه والاستعداد لنصرته فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتي به في غيبته قبل قيامه ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه ذلك من رفقائي وذوي مودتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة كما ورد في يعني مصادر الأحاديث الكثير اللي وردت في هذا أول الآداب اللي كما ذكرنا أنه في حلقة سابقة قلنا معرفة الإمام معرفة علامات الظهور البيعة الانتظار التقوى المرابطة العزم ذكرنا هذا بشكل مجمل الآن لما نجي إلى بعض الآداب بشكل مبسل الانتظار عن مسؤول الله صلى الله عليه وآله سلم قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج وعنه صلى الله عليه وآله سلم أفضل العبادة انتظار الفرج وعن الإمام الصادق صلى الله وسلم قال من مات منتظرا هذا الأمر كان كمن هو في الفصطات الذي للقائم هذه إشارات قريبة جدا لأنه الإنسان ينتظر وعنه عليه السلام قال ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به قيل وما هو يعني أنه شيء ما يقبل إلا به قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده والإقرار بأمر الله والولاية لنا والانتظار للقائم هذا الانتظار أمر مطلوب على أقل تقدير مثل هذا اليوم اليوم جمعة كون الإنسان عند فهد علاقة مع الإمام صلى الله عليه ما يعيش غافل من استوى يوما فهو مغبون هالشك لما الإمام عليه عليه السلام يشير إلى كثير من الناس ويقول إنما مثلكم كمثل المعلوفة يعني الدابة إجل الله لا تدري ما يراج بها إن أحسن إليها حسبت يومها دهرها هذه الدابة إذا واحد إحنا ما ردي نكون كهالدابة هذه أنه خلص بس نأكل الطعام همنا نأكل الطعام همنا نشرب همنا نمشي همنا نتحرك لا الإمام يشير إلى هذا المثل أكون ماذج من الناس مثل الدابة إن أحسن إليها حسبت يومها دهرها خلص بعد ما عدا الشيء فلابد من الحقيقة الانتظار والانتظار أمر هو من أفضل أعمال أمتي كما ورد والانتظار لكل أمر يستتبع استعدادا متناسبا مع ذلك الأمر المنتظر فانتظار يعني سفر قصير لا بد أنه الإنسان يهيئ متاع وحد ذالي يوم يدروح للنجف الأشرة فهم يقض لو يافت حقيبة هي حظر هي أمور كيف أنه ينتظر الإمام صاحب العصر والزمان أيضا عندنا من الأمور الأخرى المرابطة وروح الجهاد في تفسير البرهان وغيره عن العياش بسنده عن الصادق في معنى آية المرابطة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال عليه السلام ورابطوا في سبيل الله ونحن السبيل فيما بين الله وخلقه ونحن الرباط الأدنى فمن جاهد عنا فقد جاهد عن النبي وما جاء به من عند الله وهناك وهناك روايات تفسر المرابطة ورابطوا إمامكم المنتظر أنه الإنسان يعيش ويا الإمام عليه السلام إمامنا الباقر عليه السلام قال إن القاتل منكم أو إن القائل منكم إذا قال إن أدركت قائم المحمد ونصرتك المقارع معه بسيفه والشهادة معه شهادتان إذن لابد أن الإنسان يعيش مع الإمام هذه الأحداث يضع نصب عينيه الإمام عليه السلام في الصباح في المساء لما تمر هاي الأحداث أمام هذا الإنسان كون الإنسان يتأمل أحسن وكما ذكرنا أيضا هناك عامل وهو عامل الشوق والحنين للإمام عليه السلام كما قال بأبي وأمي سمي وشبيه وشبيه موسى ابن عمران في هذا المعنى الكثير من الأحاديث ما أدري إذا أدرككم الوقت أو عدنا وقت للحديث هالشكل يعني معرف مخرجنا كم تبقى لنا من الوقت يعني حتى نخذ يشرلي دقيقتين يعني دقيقتين نقدر نصيحة لمجتمعنا نعم من جنابكم والله دقيقتين نقرأ فيها هذا الدعاء حقيقتين اللي هو يعني عن سذير الصير فيه قال دخلت أنا والمفضل ابن عمر وأبو بصير وأبان من تغلب على الإمام الصادق عليه السلام فرأيناه جالسا على التراب وحقيقة جالس وهو ينتظر ويتأمل ويقرأ هذا الدعاء بدموع ماذا يقول الإمام عليه السلام عن الإمام عليه السلام قال سيدي غيبتك نفت رقادي شوفوا الإمام المعصوم كيف يقاطب المعصوم سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفن الجمع والعدد فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البداية أو البلاية عفوا هنا خطأ في اللغة المشار في المصنف في الواقع أنه نشوف الإمام عليه السلام بهذه الكيفية وبهذه الآلية ينتظر الإمام كإنما ينتظر ظهوره فإحنا اليوم كمجتمع علينا أن نعي الإمام علينا أن نعيش لحظات انتظاره علينا أن نختلف عن غيرنا لأننا نملك شيئا لا يملكه غيرنا من لا يعتقد بالإمام عليه السلام يعيش حالا من الضوضاء في الحياة اليوم الذي يعيش بهذه الحياة ما الذي يمكن أن يرى في هذه الحياة لكن نحن نمتلك الشيء الكثير نمتلك حجة الله على الأرض نمتلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه اللي ننتظر فرج فعلى الجميع أن يتأمل ذلك الفرج آخر كلامنا نقول فيه اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أحسنتم بارك الله بك سمعت سيد تحياتي إليك أشكر الله يحب إن شاء الله أنفاسك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه ميزان الأعمال وأن أيضا ببركة دعاكم ودعاء طيبة اللهم إن شاء الله يعجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان يعني إحنا أيضا وصلنا للختام وإن شاء الله ربي ما يختمها من لقاءاتنا دائما إن شاء الله ودائما تختتم على خير وبركة ومحبة في محمد وآل بيت محمد نشكر سمحت سيد محمد الموسى والبحث الإسلامي على الحلقة الجميلة اللي أعطاني اليوم كثير من المعلومات وإن شاء الله أيضا نتواصل معاك في الحلقات القادمة أيضا لكم الشكر أحبتنا المستمعين للمتابعة وحسن الأصغاء سأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق وأن يجعلكم من أنصار صاحب العصر والزمان تحية طيبة مني حيدر الخفاجي على العداد والتقديم ومن مسلم الحرشاوي مخرجا في أمان الله وحظة